تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبنان اليوم في ظل تزايد الضغوط الدبلوماسية الساعية إلى منع تساع رقعة التصعيد الحدودي بين حزب الله وإسرائيل وتجنب حرب شاملة وأكدت الخارجية الفرنسية أن كولونا ستستمر ستمرر رسائل تطالب بضبط النفس والتحلي بالمسؤولية لاحتواء خطر فتح جبهة ثانية تزامنا مع الحرب المتواصلة على القطاع المحاصرة وتزايدت حدة القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة تزامنا مع تكرار التحذرات من مسؤولين إسرائيليين لحزب الله